أخبار ماما الحاجة يا حسن إن شاء الله تكون بخير على فكرة أنا عندي ناس تقال كتيرة قوي في البلد ممكن أكلمهم لك نتطمن عليها تأهل إجابك جاء تطمن عليك وإحنا مش نسايب ولا إيه ولا عشان لوبنا يلا 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 عشان نراوح لا 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 كده أزعل منك وهقرص عليك معلش يا حسن أنت اللي اضطرت نعمل كده أنا حاولت معاك كتير على فكرة بس أنت مجيتش معايا أطوع وصدقني لو أنت اخترت بين نفسك وبين أي حد ربنا خلقه هتختار نفسك تفاكر أنت بتعمله دي هيعدي؟ ولا بيعديش أموت واقف أحسن مموت راكعة صحب تكده كده ميت ها 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 ومالو نموت سوا على أقل نسلي بعض في الطريق عارف حسن أكتر حاجة حبيتها وانا بدرس تاريخي مسبحة القلعة بقيد عني مقولنك بعض هدوق مقولنك بعض اشتركوا في القناة سمعيني حاضر فيه ايه؟ ايه بي فيه؟ ايه حاضي الرتال؟ ايه حاضي؟ عادلوا رجالتو خطفوا حساب مشونة ايه الحاجة يا وادو؟ اتكلم لي مراوان عبدالحاكين فوق اتكلم بالك منه زي ما بقول لك لم الرجالة دلوك انا عايز اعرف خطفت حسن وديته فيين؟ وجره له ايه؟ ايه 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 الكلام دا عيب عيب حسن هو احنا ممكن نعمل اي حاجة في حسن؟ حسن دا جوز لبنا انا مش جلجان على حسن ابدا انا جلجان على العلاقة اللي بيني وبين عادي الباشا خايف لحصل الله اخدش ولا حاجة اصل اللي حصل ديه معناه ان في حاجة مدى يجاء لا يا مراوان انا مش زعلان يا مراوان وبعدين يا صديقي مفيش اي حاجة في الدنيا تقدر تخدش العلاقة اللي بيني وبينك خالص كل ما في الامر ان حسن كان وحشني وقول تعود معنا وهو لوحدنا يعني اعتبر اللي حسن دا استضافة مش اكتر اللي هي عندك حاج وفي الاول في الاخر نسيبك ولا يا ريم هانم بالزبطة كده بس بقولك يما تسيبك من قصة حسن دي وخلينا نتكلم في المهم اللي هو ايه الشغل بلو في شوية حاجات امرانة عايزة تعديل زي ايه انا عارف ان انت عندك مشاكل وبلام تلتلة فوق دماغك اللي ومين دول الله يكون في عونك وعارف ان الست الوالدة محبوسة هي وكريمة عادل ما تقلبش عليه المواجه بس ما تقلقش ان شاء الله حاجة بسيطة يعني تقبيدة مش اعدام اكيد وبعدين ما ترد لا مفيش داعي كنت عاوز مني ايه هقولك كنت عايز منك ايه بص امروان طبعا اي حاجة في الدنيا دي كلها اي شغل اي علاقات اي حاجة بتحصل في الدنيا مبنية على توازن القوة صح ايه بطبعا اذا القوة هي اللي مسيطرة في كل حالة يعني انت قوي تقدر تختار اي حاجة في دنيتك انت قوي تقدر تقول لاي حاجة اه واي حاجة انت مش عايزها لأ هوا انت ليه ما بتاكلش الاكل مش عاجبك ولا الكلام انا عايز افهم ده الوكل ولا الكلام افتح عادل باشا افتح عادل منك افتح عادل منك افتح عادل نبيتك حتى بحبه في حصة تاريخي أصبحت الجنعة لا برافو برافو حصل بتتعلم بسرعة بجد مبسوط مني طوله عمري باسأل نفسي يا طرى أنا بعرف اختار رجالتي صح ولا باختارهم غلط بس للأسف طلعت وبلح تعال حصلناك اللقمة مع بعض بابا طلعت بابا طالعا حصل طالعا حصل قد كل بقود يا حسن أنا كنت مستنيك حشان ناكله سوى بسم الله الرحمن الرحيم بقود يا حصل عامل يا عبدالباشا وحاجتين يا حصل والله كنت لسه بسرتك قبل ما تدخل بي دقيقة مع مروان كنت بقوله ان انا عايز اعود اتكلم معاك على انفراد واللي حصل ده مجرد استضافة مش اكتر والله الحغالة ده بينكم انتو تنين انا ما ايش تودع بيها انا لجي هنا عشان ناس ما حاجين حاجة اظن كده كفية كفية ايه؟ انا بطلقت؟ لا طبعا اتفضل بس احنا غلطنا اه وانتو كمان غلطتو يعني كده خلصانة لا غلط عن غلط يفرج والله يا والدي مهدي وبعدها ايه خلصين داي اسمها يا ستة ريم انا ما بحبش حدي يدوسلي على طرف وفيه جين قديم ديسه ما تسدد شاي والمثل بيقول لي ايه؟ ما اجدعش حاج وورا ايه؟ مطالب ايه وده وحق محرم ماله محرم اللي انت عملتو فيه ولا امت انسيت يا مروان؟ عملتي ايه؟ ده رفتح دلو دلعاتي مش اجدهه بس انا وجفت في ظهره لما كان ام ده هو راضي ده بي ايه؟ بي ايه ساقة هو بتنسيش كمان اللي عمله معايا انا وحسن لما كانش اجتل انا كنت اجتلته انت عايز يا مروان؟ انا مش عايز اي حاجة انا هذا اسمع علي الباشا ومطالبه ايه؟ انت كنت العادة يا مروان؟ انا مكنتش طبعا تقولت ليه؟ انت كده بتشتمني؟ انت قوضة كتير بعترضها على كل الناس وتنشيش كنت فاكر ان انا وحسن لوج مطارية ممكن تمضغها والمطلوب ايه؟ جيبت الورق على دولك ده؟ انت عارف يا مروان ان انا عمري ما جيب ورق وانت عارف ده كويس جدا ايه؟ لا واضح فعلان انك لا خايف ولا جالكان اقسم بالله انت ما عد اللي انت بتعمله ده؟ عايز تقلابها بديو بديك يا حسني هلا بينا بس 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 براوان هنعمل كل اللي انت عاوزه بس كده كفاية بجد عين العدل هو ده الكلام هاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا العيش والحلاوة دي تجيبهم لقرايبك اللي في البلد مش ليا انا ايدي نظيفة ومعليش غلطة واحدة هاتلي اي حد في القاعدة دي كلها يقول ان انا عليها غلطة واحدة انا صق سليم نفيش علاقي اي حد فلا يلا حسن يلا